لسا اخد رأيي احمد ثابت يمكن رأيي يعني ممكن انا ابص على العقل كيروش فكر ازاي يعني التجربة كيروش فكر ازاي فانا انا شايف ان اختياراته مبنية على طريقة لعبه هو كيروش عامل ايه بيلعب اربعة تلاتة تلاتة خلاص طبعا هو مبدئيا طريق حامد وافشا كانوا يستحقوا الاتنين لانضمام للمنتخب ولكن مفيش قايمة منتخب مبيحصلش عليها اعتراض خاصة لو انت رايح بطولة كاس عالم او كاس امم او ايه بتحطى المغرب فيها الكلام ده ممكن يبقى النقطة فين وانا لو اخترت طريق حامد على حساب مين ما انا هقول لحضراتك او بالاسماء تعال انا نمشي مركز مركز ماشي اول حاجة في حراسة المرمى هو مختار اربع حراس محمد الشناوي ابو جبل محمد صبحي محمود جاد هل فيه جدال ان فيه حارس معهم مثلا او ممكن حد يخش اعتقد ان الاربع ماشي من شكل كويس الاربع حراس ممكن يحصل اصابة هو الراجل ممكن اربع كتير شوية او بس يعني اربع حراسة مش وحشة اوي يعني شايفة مش يعني ايه مش وحشة اوي هيستبعد واحد مفيش مشكلة يعني طب تعال بقى نشوف بقى المراكز انا شايف ان كل مركز هو واخد مركز والبديل بتاعه يعني ده ده اللي بيدور في عقله تعال نشوف الباك اليمين هو واخد مين باك يمين اكرم توفيق وبديله عمر كمال استبعد مين استبعد احمد رمضان بكام اللي كان مفروض في المكان ده واحمد فاتحي برضو ما خدوش هو اقتنع بعمر كمال في الكاس العرب واكرم توفيق ماشي بشكل كويس هو غالبا الحيبة الاساسي اكرم وبديله عمر كمال طيب تعال نشوف المساكين والاتنين الاساسيين بتوع مين احمد حجازي والوينش مين بديل حجازي محمد عبد المنعم ومين بديل الوينش محمود علاء طيب كان عنده مين في كاس العرب كان عنده احمد ياسين اداله واضح ان هو ما اقتنعش بيه اوي او خبراته قليلة وهو اقتنع بمحمد عبد المنعم اكتر اللي اختياراته بتقول كده ان انا اقتنعت بمحمد عبد المنعم اكتر شايفه مدافع بروميسنج فحطه مع حجازي والوينش ودخل محمود علاء ده اللي يعتبر غريب شوية بالنسبالي يعني محمود علاء طب انت مخدوش معاك في كاس العرب ورحت مدخله كبديل ماشي ممكن يكون ده دليل ان هو ما اقتنعش باحمد ياسين بتمركزات خلي بالك مباراة الاردن اعتقد كان لها دور في عدم الاختناع بابا احمد ياسين اه الاردن صح تعالى بقى للباكليفت الباكليفت مين احمد فتوح ده الاساسي مين خد بديل كانوا متوقعين محمد حمدي استبعد محمد حمدي واخد ايمن اشرف باكليفت اللي هو اصلا كان بيلعب ايمن اشرف فيه ارتكاز ومساك فتفكيره تغير واخده كبديل عشان كذا مركز اه عشان جوكر والحاجة التانية ايمن خبرة بيلعب افريقيا ولعيب كابتن ومنكباتن النادي الاهلي فاخده ده بالنسبة للخيارات طب تعالى نشوف بقى التلاتة الارتكاز اللي هم عليهم الازمة كلهم مين اللي بيلعب في مركز طريق حمد اللي هو الارتكاز الدفاعي حمدي فتحي اعتقد انا شايف ان حمدي فتحي افضل ارتكاز في الحتة ديت بديله مهند لاشين هو الراجل مقتنع بمهند لاشين من اول يوم جي فيه ده قناعات شخصية عند الراجل هو مقتنع بمهند لاشين اعتقد انه شايف ممكن انه كورته احسن شوي من طريق حمد طريق حمد كورته اقل شوي من مهند لاشين ولكن طبعا طريق ووركريت اعلى استخلاص الكورات اعلى فهو ده هذا يعني ده ده تفكيره ممكن حمدي فتحي بديله مهند لاشين طب تعالى النحية التانية اللي هو الارتكاز اليمين مين عمر السلية الأساسي واخد مين بديل عمر السلية أمام عشور النحية التانية مين الارتكاز التاني النني مين بديل النني بقى اللي عليه الآزمة عبدالله السعيد هو قناعاته اختر ممكن خبرة عبدالله السعيد او بصراحة هو من اول يوم جي في المنتخب ووهو مش مقتنع بقافش من اول يوم باين جدا وانا لفتة اعرف ليه جماعة انا دلوقتي وانا برضو مش عشان لأننا كلنا تتكلمنا عن طريق حامد مثلاً لكن أنا مثلاً أريد أن أعرف تلوقتي واحد لا أعرف لو تقولي أرقام أفشى مثلاً أفشى أرقام وأعلى من عبدالله السعيد أفضل أرقام وأعلى من عبدالله السعيد وبعدين مقدم بشكل كويس لعيب أصغر في السن أصغر في السن بس أخلي بالك هو في المعاشر بديل لكي يبقوا معنا في الحتة عامل السن في المنتخب ده عامل مهم ومؤثر ولا لا؟ طبعاً عامل بس الخبرة لو الخبرة كنت خدت أحمد فتحي مثلاً خبرته أعلى من أكرم وأعلى من نهاية في تشكيل ثابت واضح لكروش اللي هو هيلعب بيه ده مليون المئة ده التشكيل الأساسي بتاع المنتخب الناس الشناوي أكرم حجازي الوينش أحمد فتوح حمدي فتحي عمر السلية محمد النني محمد صلاح عمر مرموش مصطفى محمد ده التشكيل الأساسي طب عمر السلية مصاب اللي هو مصاب في أول مطشين غالباً هيدخل مين عبدالله السعيد هيبقى ده التالت بتاعهم تعالى بس نكمل بقية الهجوم محمد صلاح مين بديله واخد زيزو برضو مصطفى فتحي كان لعيب كويس وماشي في شكل كويس وكان يستحق بس هو اقتنع بزيزو بدنياً فهو شايف زيزو الناحية التانية تعالى نروح مين عمر مرموش واخد بديله مين تريزيجيه ورمضان صبحي هو واخد تريزيجيه في مكانين يعني تريزيجيه يشتغل في الارتكاز الثالث وبديل لمحمد صلاح ويمين وشمال يعني ثلاث أماكن لتريزيجيه رأس الحربة مصطفى محمد بديله مين محمد شريف في برضو هنا نقطة سؤال برضو يحير شوية افرط حصل إصابة لمصطفى محمد لقدر الله هنعيش البطولة كلها بمهاجم واحد مع اقمر موش مصطفى محمد طريقة لعبه مختلفة مختلفة اه لو لعبت الطريقة مصطفى محمد هتبقى محتاجة مهاجم محطة بتطلع عليه يجب لك فالي محمد شريف مش كده عكس كده طبعاً يجب أن يكون هناك اختلاف دايماً بس المهاجم المنتخب اللي زي مصر بيبقى محتاج اكتر من رأس حربة بمعنى هي طريقة لعب انا كمدير فني بلعب على مهاجم تارجت ولا بلعب على محمد شريف بلعب اه على مهاجم رانر ولا تارجت بلعب زي جوالديولا مثلاً من غير انا بمعنى الكلام اللي هو عامله ده هو مش مفهمك ان هو بيلعب او حتى كان خد ثلاثة حتى كان خد ثلاثة مثلاً واحد متحرك زي شريف واثنين تارجت بالزبط كوكا ومصطفق او احمد ياسر ومصطفق لكن بالنسبة لاستبعاد افشا واستبعاد طريق حامد هو واضح من اول يوم ان هو مش مكتنع قوي بقدرات انا شايف كده بصراحة من اول يوم يعني حتى لما جاء ايه سبب عدم الاقتناع في ظل يعني انا انا راجل مثلاً انا احسن واحد احسن لعب وصل السبب الاساسي ان هو اتفضل فانا اصدى اقولك ايه ان انا كان محمد مجدي افشب انا اقعد مع نفسي في البيت كده والله يبجد انا هبقاعد افكر هو ليه الراجل ده بيعمل معي كده مع ان انا افضل واحد عملت اسستات خلال فترة اللي فاتت وكسبت مع النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا وكسبت مع النادي الاهلي افضل لعب مهاجم بيعمل اسسته افضل صنع العاب وافضل 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 عفوا لما بيطلب مني ان انا نلعب في وسط الملعب بلعب في وسط الملعب بلعب شمال بلعب ما بيكون مستوي اقل بس بلعب والنادي الاهلي بيعتمد علي بشكل كبير انا كمحمد مجدي افشة وانا اقعد كده وباصس يعني مثلا مراته قاعدة معي اقول لا يعني انا اعمل ايه تاني اكتر من كده عشان العب في منتخب مصر وكسب منتخب بلدي ممكن عشان افشة مركز عشرة صريح والراجل بيلعب بتلاتة ارتكاز اتنين تمانية فهو قد يكون شايف ان افشة في حتة التمانية مزاي عشرة لا لا سايا لا 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 انا اقضي جديد انا اتوقع